السلام عليكم متابعي درامو سبورت يا أخي هذا السومة ما بيتحب من تسجيل الأهداف يعني سؤال اللعب الهداف ما بيمل يعني عمر السومة ما بيمل من تسجيل هالأهداف الحلوة والجميلة وبصراحة يعني ما عندي أي شيء أحكيه بكل صراحة بس حاببك أفرح مع الجميع بهالأهداف الجميلة والهدف الثاني الخيالي اللي خلى لاعب مثل الكنتارا سبقوا لعب مع برشلونة ومع ليونيل ميسي وسبقوا لعب بباريسان جرمان ومع نيمار وعم بحي السومة متفاجئ أكيد هو متفاجئ مثل الجميع من الطريقة اللي بيسجل فيها عمر السومة الأهداف بعرف يا شباب توقيت الفيديو غريب وعجيب لكن احنا بشهر رمضان وكنا معزومين فقلنا بنطلع هيك بفيديو بساعة متأخرة في ناس ممكن تكون على السحور تتابعنا وتشوفنا وفيديو سريع وبسيط جدا جدا عن الفوز نادي العربي بنتيجة 2-0 على أم صلال والهدفين بتوقيع عمر السومة قبل ما نفوض بالتفاصيل بتمنى إذا عجبك الفيديو تعمل اشتراك بالقناة تفعل زر الجرس ولا تبخل علينا باللايك يلا على التفاصيل شوف يا صديقي العزيز أنه نحكي عن أهداف السومة والسومة هداف الدوري القطري وعامل العمايل مع النادي العربي وموهبة السومة وطريقة لعب السومة لا الأمر ممل جدا ما بدنا نحكي عن هالمواضيع أنا حابب فقط أعلق على هدفين وأطلع من الفيديو بشكل سريع الهدف الأول كمان لا لا الهدف الأول كمان ممل أنك تحكي عن الهدف الأول ممل بكل صراحة شو الهدف الأول ألف بق عمر السومة تمركز صح تغطية صح تواجد مكان صحيح تسجيل هدف أمر بسيط جدا يعني عمر السومة مبسط الأهداف أنت بتحس أن الهدف ممكن يكون صعب لمهاجم آخر بس لدى السومة الأمر سهل أنت بتشوف الهدف بتقول ايه عادي عمر السومة مسجلها ألف مرة شفناها ألف مرة هات غيره في أهداف بيعملها السومة أهداف متكرة يعني أنت شفنا هدفه مع الاتحاد بالدبل كيك اللي عملها كان هدف مبتكر يعني بالصدر التحضير وبعد الدبل كيك كانت كان هدف خيالي الهدف اللي سجلوا ضد الهلال الأهداف اللي بيسجلها عمر السومة يعني فيه أهداف بتفود بالتاريخ الهدف الثاني ممكن أنت شايفها سهلة لكن أنا متأكد تماما حتى الكنتارة لاعب برشلونة السابق وباريس سان جرمان السابق حس بي صعوبة الهدف حس بي بالطريقة اللي سجلها السومة العرضية اللي عملها الكنتارة رائعة جدا لكن الطريقة اللي سجلها السومة لا 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 يا جماعة هذا ما لا طاقة لي به يعني أني علق على هيك هدف أنا فقط مبسوط فيه ومستمتع فيه أكيد فيه ناس رح تطلع ليش عمر السومة ما بيتألق مع المنتخب يعني يا زلمة نحنا بشهر رمضان لا تنزعلنا الفرحة لا حولة ولا قوة تألب لا لا نزعت لي الفرحة خلص انت سألت هذا السؤال نزعت لي الفرحة على كل حال يا جماعة هذا كل شيء حاب أحكي فقط حبيت هني المحبين لعمر السومة بهالأهداف هني نفسي لأني أنا كمان أكيد من عشاق هذا اللعب وبحب هذا اللعب بحب الشيء اللي وصل له هذا اللعب الشغل اللي عم بيشتغلوا هذا اللعب كل شيء عاجبني بعمر السومة بالطريقة الاحترافية والعقلية الاحترافية بتمنى يكون قدوة للعيب الشباب الموجودين بسوريا هذا أهم شيء يكون قدوة للعيب الشباب وهو بالفعل بهذا المكان وبهذا المطرح هذا كل شيء حاب أحكيه فقط فيديو سريع بعرف التوقيت غريب وعجيب لكن عادي جدا احنا بأي وقت منطلع ومنحكي وخصوصا بشهر رمضان يا جماعة شهر رمضان المبارك بأي وقت بتحس بالبركة بتمنى يعجبكم الفيديو تكونوا بصحة وخير وسلامة ترجمة نانسي قنقر